مجلس الشورى نصيب من الأسئلة أيضا حيث تقدم عضو مجلس الشورى علي عبدالله العرادي بسؤال إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والوظائف التي يشغلونها وإجمال ما يتقاضونه من رواتب وأجور ومخصصات وعلوات وما هي خطط الحكومة لتمكين البحرنيين من شغل تلك الوظائف خلال السنوات الأربع القادمة وكيف يتم ذلك وما هي المبادرات والبرامج التي سيتم تطبيقها لتحقيق ذلك وهل هناك وظائف لا يشغلها إلا غير البحرنيين وما هي في حال وجود ذلك وهل هناك عقود مع مكاتب أو شركات استشارية لتوظيف أجانب فقط وما هي الوظائف والتخصصات التي يتم التعاقد بشأنها أن وجدت وما هو إجمال الوظائف التي شغرت عبر تطبيق برنامج التقاعد الاختياري وهل هناك توجه لتوظيف أجانب في تلك الوظائف كما تقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل بسؤال إلى وزير التربية والتعليم عن الميزانية المخصصة لنظافة المدارس وما هي تدابير الوزارة لتنظيم الصفوف الدراسية وغرف المعلمين ودورات المياه وكم عدد عمال النظافة المخصصة لكل مدرسة وهل يوفر هذا العدد البيئة المدرسية الصحية النظيفة وهل يجوز لإدارة المدرسة انفاق جزء من ميزانيتها بالتعاقد مع شركات خاصة لتنظيف مرافقها وهل يجوز تكليف الطلبة بمهام تنظيف مرافق المدرسة وما هو دور الوزارة في الرقابة على نظافة المدارس وحماية الطلبة من الإصابة بالأمراض الناتجة عن عدم نظافتها